منا على الاتحاد السكندري واحنا لسه في بداية الموسم اخبار الاختبارات ايه دلوقتي خاصة انا عارف الكبتل محمدين يعني ما شاء الله يعني عينيه حلوة مجموعة اللي معاك برضو تقدر تجيب من كل المحافظات على شان تبن اقتعنا شيين صح لازم تعمل الاختبارات ولازم القاعدة تكون كبير مش عايز يعني اتكلم في جزيز ده شان بتزعل بعض الزمرة في اسكندرية اه لكن اللي كان بيتقدم لقطاع الناشئين في نادي الاتحاد اقل بكتير جدا من اسم نادي الاتحاد ده قبل كده اه طبعا يعني ما تجي تتكلم في نادي الاتحاد التاريخ الكبير اللي جمهوره شغوف فيه ده اه وليه اساطيره نادي تخطر مئة سنة اه لازم الفكر اللي بيشتغل فيه يبقى على قد الامكانيات بتاعة النادي وسمعته طبعا وتاريخه فبالتالي نادي الاتحاد ما كانش بيلف كتير اوه في موضوع مختصر على الاسكندرية وممكن يكون بحيرة الكفر الشيط طب احنا عايزين نسوق اسم الاتحاد ده زي الاهلي والزمالك ناخد حتة مع الاهلي وزمالك مش هيكل الطرطة كلها هيسيبولنا حتة فالحتة دي نحنا نروح اماكن اه وقرة وانجوع فانا لفت حوالي 21 محافظة انا كان ليا الحظ ان اروح حوالي 19 منهم وبقيت زمالي كابتن محمود عز وجمال بشير وحسن مرسي القيادات اللي موجودة معايا في العمل كابتن جارم كل المجموعة دي فيه مجموعة بقت في النادي لمدة اسبوعين ثلاثة بتعمل اقتبرات داخلية وانا عامل اربع افواج واحد بيتحرك مثلا بحيرة كفر الشيخ يعني الحد السكنداري لف 21 محافظة احنا ما رحناش بس اسوان بس ما فوتوا مصر كلها طب من دي بقى الاتحاد السكنداري طلع بمواهد يعني كان جملة اللعيبة اللي انت اخترتوهم طبقا اللي انت بتشوفه لانك انت وانت بتقيم بتقيم في اسوان او لوسر الحالة اللي عندك معنى انك تاخد عشرين لعيب مش بالضرورة عشرين هتنقلهم نادي الاتعاد انت بتعمل مكون كبير عشان في الاخر تفلطره وبص شوف ايه احتياجاتك لان الاتحاد مش ميت الاتحاد عنده فرق وعنده ناجحات مش وحشة احنا بندور على جودة اعلى شوية فالريدي عندك فريق وانت عايز تطعامه بعناصر فبتجيب الافضل او زي الان فبالتالي انت بتدور بقى من الشريحة بتاعة البحري وقبلية والمينيا وسملوت وقسيوت وسواج وكل منطقة دي يمكن منطقتين اللي ما كانش لنا حظ فيهم بور سعيد واسوان معرفناشنا وصل لها طبعا احتراما للمصري الاسوان اختلفنا مع اللي كانوا بيقيموا الاكتبارات منطقة تانية زي الفيوم ممكن يكونوا زي لو ان انا مش موجود على راس العمل فرافض واجراء يعني على قد ما هي بتدينا بس روحت معظم المحافظات عملنا جهدي غير عادي غير عادي النهاردة الفرق ماشية بنظام مميز جدا هتشوف الاتحاد في شكل افضل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر